شوف الشرطة المصرية والشرطة عموما وظيفتها منع وقوع الجريمة قبل حدوثها وكشف غموض ما قد يقع منها احنا مش غرور ولا التصريحات عن طريقة احنا اقوى الشرطة في العالم في كشف غموض الحوادث من ايه؟ من خبرات التراكمية الكتيرة بتاعت الحوادث العديدة اليومية لانه معروف ان الحادة الاقتصادية لما تبقى تحت يبقى الجريمة فوق بل حضرتك فانا مسلا كنت ظابط في مباحث وبلاغة ذكرور عندي شارع نهية وشارع هنفرس الشارعين دول قد اي دولة عربية فعندي كل يوم جميع انواع الجرائم اللي في قانون العقوبات سرع بالاكرواة كالتبقوا واختصابوا وقتلوا ومخضرات لو بدأت حمار بعد سنة هبقى جهبز تمام؟ بس انا كراجل امن ومحترف بقول لحضرتك ان اصل الامن ده احساس وشعور منع الجريمة عندي افضل من كشف غموضة بمعنى ان انا اشكر واجهزة البحث تشكر والامن العام وامن الوطني والعملات الخاصة وامن القاهرة بازلوا جهدي غير عادي ومناموش وكان فيه تعليمات من الاستاذ الوزير ما حدش هروح وما حدش هنام غير ما ييجي سامي ده ومصر وكلها كانت مترقبة والسؤال ده بقسة اللي هو بيحصل مع سامي وغير سامي ما انا هقول لك اه اتزبط الحمد لله وتزبط المتهمين كلهم انا بقول لك منع الجريمة احسن منع الجريمة قولا واحدا انفاق دولة اللي هي كاميرات مراقبة سهمت بجزء في خطة البحث الكاميرات اللي على باب بت سوفيش تمام عربات دفع ربعي لابتوبات حديثة منظومة تدريب حديثة منظومة تسليح حديثة تقنيات علمية تؤدي الى متابعة التليفونات والعلم كتر كلام البرامج على تفصيلات كشف الغموض علم المجرمين يستفيدوا ويتحاشوا يعني انا عرفت لان كان احد ابنائي في القضية بتكشف الغموض دي ان العيال كانت بتعمل حاجات مش اي حد بيعملها بالنسبة للتليفون عشان كده دور الاعلام يا فندم بيكون مهم ولازم يبقى فيه احتراز ان ما اقولش تفصيلات خط